قالت البحرية البريطانية أن هجوم صاروخيا استهدف سفينة تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية ما تسبب بنشوب حريق على متنها أوضحت أن سفينة هجمت بصاروخين ما أدى إلى نشوب حريق على متنها مشيرة إلى أن قوات التحالف تستجيب للحادثة أضفت البحرية البريطانية أن سفينة الشحن التي تعرضت لهجوم حوثي ترفع على بلاو ومملكة لجهة بريطانية واستهدف بصاروخين على بعد 63 ميلا بحريا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن